بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب الصف الرابع مرحبا بكم في قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنكمل التست الواحدة السبعة من كتاب الجيم في الاول باشكر كل من بتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع والذي ما شوفنا الاول مرة من نساش فعل الجرس واشتراك في القرية عشان يوصلي كل ما هو جديد يلا بينا معانا صفحة 34 سؤل اولاني تشوز لسن اسمع وضع دائرة على الكريكت انصر اجابة صحيحة نمبر 1 زنين النيل is not river نهر in the world هو كلمة الأطول ولا طول الأطول يبا لونجس 2 2 it is like traveling إنه مثل السفر إلى مركز أيرس الارض مارس المريخ جيبتر البوا المشتري 3 فينس الظهرة 3 زنين النيل الزنين النيل has not branches فروع 2 فرعين 3 ثلاثة ثلاثة في الريف 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 في الارض مونتين جبل مدينة ثلاثة هل حفرة ثلاثة ثلاثة في الريف في الصحراء ما متعيز الجبال و يسر واحد تريز أشجار ثلاثة عندما كان عمره 8 سنوان بيوريد دفنة بولت سحبه وجره ضج حفره نظره بيوريد 3 اقرأ كامل ذاكس النص الكلمات من الصندوق عندك في الصندوق كلمات كلمات زي يعني يحفر ميتة المعدن يعني فضولي جراند با الجد وقد ماشى إلى الشجرة بص إلى الأرض ثم ببدأ دقال الحفر بلد وصحبه اخرجه ميتل ميتل باقس كاللديه ابتسامة كبيرة على وجهه نظره بتحمس جراند با الجد كان 8 سنوان عمره 8 سنوات عندما دفنة زباقس الصندوق ي جلس وفتح زباقس الصندوق فضولي لكي يعرف ماذا بداخله بعد كلمات صفحة 35 بعد كلمات صفحة 35 اقرأ زي تكيس النص جواب على هذه الأسئلة جواب على هذه الأسئلة أنا في الصف الخامس أنا في الصف الخامس في مدينة كبيرة مع عائلتي المدينة براقة جميلة ولكن السموك الدخان والضوضاء في كل مكان في صف الخامس وفي فزت زورنا والغراند باقة الدولة في الريف وفي الريف هناك الكثير من التريز الأشجار والقراس والعشب الحياة بطيئة في الريف لا يوجد الكثير من السيارات أو نوز ولا الضوضاء نحب الريف من أكثر من الريف الآن بقرأنا القطعة اختر إجابة صحيحة علي لي زي بعيش مع عائلته سيتي مدينة موانتين جبل فالي واري سيتي مدينة كلمة تحتها خط بريتي جميل معناها كويت هادئ كلمة هادئ رغم بي جواب على هذه الأسئلة 3 كيف الحياة في الريف كيف الحياة في الريف بطيئة رقم 4 لخص الفكرة الرئيسية للقطعة في جملتين الجملة الأولى معنا علي بيحب بيحب الريف أقصر من المدينة الفكرة التالية اللي هنا نقول بيحب 1 ونقعة فوتبول قرة القدم في الشارع يسر دايب لاحظ ان يسر دايب من العلامات الماضي فالفعل اذا هيبقى في الماضي تبقى بلايد رقم 2 رقم 2 نقعة لاحظ ان كلمة من العلامات الماضي فالفعل هنا هنصرفه فين في الماضي يبقى كثير من السيارات ونقعة في الماضي لاحظ ان كلمة من العلامات الماضي فهين هستقل الموزية اما كلمة كارز تبقى وعيز لنافية تبقى ورد 4 لاحظ ان كلمة yesterday من علامات الماضي فالفعل المساعد معنا هيبقى did وعايز لنه يبقى didn't بعد كده معنا السؤال رقم 6 بانك تويت علامات الترقيم بداية الجملة احبا وعجبها هنا ال itch capital مش هنعملها كلمة زنائل اني نعمل itch capital في الاخر question mark علامة استفهام السؤال اخير اكتب باراغراف من 18 كلمة عن my first a اول يوم ليه اياد grade 4 في الصف الرابع الابتدائي نتكلم عن هناك كلمات زي nervous متوتر وعصبي teacher ومدرس نقول ياسر ديبل امس was my first day كان اول يوم ليه اوفرسكول للمدرسة I got up استيقظت اياد سكس في الساعة الثالثة I bought top ان ارتديت بلو تي شيرت تي شيرت الازرق grey pandas انت ابطلون الرصاصي او الرماضي and black shoes والحزاء الاسود I was very nervous كنت متوتر جدا my teacher مدرسي was sky وبكنا انتهينا من حل صفحة 34 و35 امتحان الواحدة السبعة من كتاب الجم بالصف الرابع الابتدائي شكرا للمدرسي مع مستر عضرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة